الجهاز المناعي بيعتبر هو حقق الصد لجسم الإنسان وده لعدم إصابته بنزلات البرد أو الفيروسات المختلفة لكن خليني أقول أنه في بعض الأحيان المواطنين بيعانوا من ضعفة في الجهاز المناعي وده بيكون بنسبة كبيرة جداً بيعرضهم أحياناً لموجة من نزلات البرد الشديدة للأسف صحيح وإحنا دخلين بقى على الشتاء وعندنا ومدارس بقى ولمدارس وظهور المتحورات الجديدة إزاي أقوي مناعتي علشان أواجه أي إصابة بالبرد إيه المفروض أعمله في جسمي علشان يبقى عنده حائط صد حائط الصد ده يعرف يمنع أي فيروس سيكيلو إيه هو معنى المناعة في علوم الطب إزاي نقدر نقوي هذه المناعة وإزاي نقدر نقوي حائط الصد النهار النهار ده فقرتنا معنا الدكتورة سيلفيا طلعت وستاذ مساعد بكلية طب جامعة عن شمس في قسم البطن العامة وحدة الحساسية والمناعة هنتكلم معها بالتفصيل عن كل هذه المحاولة أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور دكتور أنا أعجبني أن اختصاص حضرتك حساسية ومناعة فإحنا النهار ده نتكلم بتفاصيل أكتر عن الموضوع ده في دور برد منتشر البعض بيختلف ما بين هل هو دور برد ولا حساسية؟ بتقدري تعرفي إزاي؟ طيب إحنا أولا في ناس كتير للأسف بتجيلنا العيادات بتبقى فاكرة أن بيجيلها أدوار برد كتير حقيقة معظم الناس دي بتطلع في الآخر أدوار حساسية كتير الفرق ساعات بيكمن في أنه ممكن مثلا ارتفاع الحرارة لو دي نوبة حساسية بس مش هيبقى فيه ارتفاع حرارة لو فيه نوبة حساسية مش هتبقى معضية لبقية البيت لو البيت كله وعنده رشحي بقى مش معقولة ده دور حساسية لكن في أغلب الأحوال ساعات بيبقى حساسية جيوب أنفية ومش متشخاصة أو المريض لسه مش مدرك أن دي حساسية طيب بالنسبة لنزلات البرد وبتقوية جهاز المناعة جهاز المناعة زي أي جهاز محتاج أعتني به يعني زي ما أنا محتاجه أعتني بصحتي ككل جهاز المناعة أي حاجة بتفيد الجسم بتفيده وهلجأ كلها لطرق طبيعية يعني أول حاجة هقول مثلا الأكل لازم يبقى على طول عندنا جونك فود ده مش موجود في البيت المفروض للأسف يعني ده اللي موجود دلوقتي ده المفروض ميبقاش موجود طب إيه البديل طبق صلطة الخضار وطبق صلطة الفواكه ده دايما بنصح به أي مريض عندي يعني مش شرط كسلطة كسلطة بس وتعيمين أن احنا ناكل كذا صنف فاكهة في اليوم وكذا صنف خضار في اليوم لأنهم الحقيقة بيكملوا بعض يا لو بصينا على الخضار والفاكهة بواجهة نعام نلاقي مثلا في الشتاء بالذات معظم الفواكه تحتوي على فيتامين سي فأنا مش محتاجة أخذ فيتامين سي كده لكن ما هي موجودة عندي في الخضار والفاكهة زي الطماطم مثلا منتشر فيها جدا فيتامين سي وممكن الناس مش أوارق أوي بالقصة دي طبعا الموالح معروف اللمون والبرتقان والحاجات دي كلها لازم نبقى ماشيين عليها طول الشتاء مش مجرد خط دور برد فهاشرب لمون النهار ده فجهاز المناعة محتاج حاجات طبيعية ومحتاج أبعد عن أي حاجة فيها مواد حافظة يعني أنا بنصح أي أم مثلا بلاش عصاير من بره كلها مواد حافظة لكن أعمل عصير فرش من البيت وكده استفدت من الفايتامينس تاني حاجة جهاز المناعة بيحتاجها أن أنام كويس ونوم بالليل بالذات يمكن دي غلطة شائعة ناس كتير بتوعافيها خاصة يمكن طلبة المدارس حاليا في الأجهزات كله بيصهر ويطبق ويقلب اليوم ده للأسف بيبوز مش بس جهاز المناعة على الجسم كله فجهاز المناعة محتاج على الأقل 6-7 ساعات متواصلين أنامهم بالليل والصحيان بدري وده أحسن وقت للهرمونات وأحسن وقت لجهاز المناعة شخصية درجة لقوه في أبحاث كتير إن ده بيأثر بالفعل يجوي إيسو بالفعل جهاز المناعة بيبقى متأثر ومختل مع الناس اللي ما بتنامش كويس يعني ممكن أنام مثلا 6 ساعات أقسمهم على مدار اليوم ولا لازم بالليل أفضل حاجة 6 ساعات متواصلين بالليل حتى لو خدت النومة بتاعت الظهر دي لكأن تبقى ساعة بالكتير ولا حاجة روحها لكن الأساس هي نومت بالليل طيب بالنسبة للحساسية يا دكتورة ناس كتير بتشتيكي منها زي ما أنت حرق قلت بيحصل ما بينهم يعني خلطة هل الحساسية يعني ممكن تيجي لو مناعتك مش كويسة لا إحنا عايزين نقول جهاز المناعة ده فيه حاجة اسمها أمراض نقص المناعة ودي الناس اللي بيبقى عندها عرضة لميكروبات كتير وفيه حاجة تانية اسمها أن جهاز المناعة فيه اختلال فيه أو بيدي فانكشنز زيادة مش المفروض تحصل دي اللي بينتج عنها أمراض الحساسية وبينتج عنها أمراض المناعة الزاتية زي الروماطايد زي الزئبة زي الحاجات دي ففيه فرق لا الموريد الحساسية ما عندوش نقص مناعة لكن عنده جهاز المناعة مفرط في أنه يديني ريأكشن زيادة مثلا كلنا بنشم الطراب لكن ده يفرط في أنه يدي ريأكشن عنيف من الطراب كأنه يتعامل مع ميكروب فده اختلال في فهم جهاز المناعة في وقت الكورونا ظهرت دراسات كثيرة قوية عن الاستخدامات السيئة على مدار السنين للبني آدم والأنديباوتكس أو المضادات الحيوية وابتدت الدراسات تقول أنه سبب قوة أو سيطارة فيروس كورونا علينا وعلى جهاز الرئتين أنه إحنا أفرطنا في استخدام الأنديباوتكس على مدار السنين اللي فاتت فبقى الفيروس أكتر شراسة وأكتر قوة أنا معرفش يعني ده تقريبا ده الدراسات بعض الناس سألت لأ ده بكتيريا لأ ده فيروس والكلام ده أنا مش بتخصص أنا بقول لحضرية كانت الحاجات اللي كانت يمكن بتتداول وتتقل هل الناس اللي بتاخد النهاردة أنديباوتك مع دور البرد خطر عليهم ولا في بعض الأحيان مطلوب ولا إيه ولا استسهل اسمحيلي أصحح معلومة لأ هو كورونا فيروس لغاية دلوقتي هو فيروس إحنا ما اختلفناش فيه لغاية دلوقتي فبالتالي ما لهش علاقة بالمضادات الحيوية فبالتالي طبعا كان استخدام خاطئ للمضادات الحيوية أنا أصدق أن المضاد الحيوي عمتا على استخداماته على مدار السنين ضع يعني أضعف من المناعة بشكل عام فعشان كده الفيروس كان شرس علينا ما قدرناش أن احنا نصده مناعيا ده ممكن مش مؤكدة أو الرابط ده لكن بوجه نعم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بيعجبوني قوي الأمهات من زمان الكلام ده مش غلط لأنه معظم مثلا الأدوار اللي بيخدوها الأطفال أدوار فيروسية فالمفروض نستنى عليها لكن في ده كاترة للأسف بتبقى دي ومكلاهم ونكتب مضادات حيوية وحاليا بقنا بنشوف في السوق مضادات حيوية بره عشان تكتب لازم مزرعة صريحة معمولة للعيان تطلع المضاد الحيوي ده عشان يكتب احنا هنا للأسف الشديد بتتصرف في السيداليات بسهولة فبيطلع علينا بكتيريا ريزيستنت بقى خلاص كتير قالت بالذات في السن الصغير ممكن تعرض الطفل أصلا لحساسية مع الوقت تعمل له حساسية اكسار المضادات الحيوية بيقتل للأسف البكتيريا المفيدة بالضبط اللي موجودة بنسميها حاليا المايكرو بايومز ودي عليها دراسات كتيرة بقالنا يمكن عشر سنين شغالين في دراسات عقصة دي انه بقوا بيربطوها بأمراض كتيرة جدا فأنا لما بجي بالمضادات الحيوية أقتلها دي اللي موجودة في الأمعاء بتاعتنا وموجودة بكسرة أجي أقتلها طبعا أنا بهد في جهاز المناعة بتاعي فطبعا المضادات الحيوية المفروض ما يتخذش غير تحت إشراف طبيب شايف بوضوح أن في عدوة بكتيرية لكن الفيروس لكن دور البرد مش محتاج خالص مضاد حيوية طب إيه أكتر حاجة بتبوز جهاز المناعة غير الإفراد في المضادات الحيوية غير عدم النوم غير الصحة النفسية ممكن نقول إيه أكتر الحاجات اللي بتهدي جهاز المناعة بالنسبة للإنسان أرجع للنقطة الصحة نفسي لحضرتك برضو وجهتنا لها التوتر العصبي اللي احنا فيه حاليا للأسف الشديد ده داق العصر داق الأساسي بالنسبة أنا بعتبره يمكن أكتر من كانسر وأكتر من حاجات كتيرة يمكن الناس بتخض منه التوتر العصبي اللي بقنا فيه بالذات معوجود سوشيال ميديا بالذات معوجود طول الوقت إشاعات وأخبار طول الوقت الواحد جهازه العصبي طول الوقت ألرت لقوا برضو أنه الخلايا المناعية بتتأثر بالإياس بالفعل بتتأثر ومش بس كده في دروسة لقيت أنه تأثير التوتر العصبي ممكن يخليني معرفش استفيد من تطعيمات جسمي مش عارف هي طالع أجسام مضادة كويس عشان أنا متوترة لي من دول التوتر بيعمل سلسلة من الأمراض يمكن مش مجالنا النهاردة نكلم فيها لكن على الأقل هو فعلا بيتدمر في جهاز المناع فده من الحاجات اللي محتاجين نحاول نقومها طبعا ده مشكلتنا جميعا يعني لكن على الأقل مثلا لعب اليوجا من الحاجات اللي بيتنصح بها جدا أنها بتحسن النفسية وبتهدي الأعصاب شوية وفيه بقى حاجات كتيرة زي behavioral thinking وكده وليف كوتشز بيساعدوا أن الواحد إزاي يهدى لكن التوتر العصبي ده دائق العصر فعلا خارب جهاز المناع على الكل طيب مرض المناع الزاتية بقى ربناكم فعونهم يعني اشرح لنا بقى دكتور أصلا إيه هي المناع الزاتية بتيجي من إيه إزاي أعليجها محتاجة أعمل إيه لو بعد شار حد عنده مرض المناع الزاتية مرض المناع الزاتية باختصار برضو الجسم اتلخبط افتكر أن المفاصل بتاعتي دي جسم غريب كأنه ميكروب ورحم حاربها فينتج عنها مثلا مرض شائع زي روماطايت ده برضو بقيدينا نشوفه بكسرة بعد الكوفيد الكوفيد للأسف لعب في جهاز المناع شوية عندهم الأعراض أنه لو حد بدأ يشتكي من ألم في المفاصل أو دكتور بدأ يوجهه يمكن أكتر العينين ساعات مش هقدر يدركه أن فيه مرض مناعي لكن مثلا حصل حاجة في الجلد دكتور الجلدية واجهه له أنت محتاج دكتور مناعة ألم في المفاصل دكتور العظمي بيقول له روح لدكتور مناعة فده طريق التشخيص زي أحمي نفسي من الأمراض المناعة الزاتية نفس الكلام اللي قلناه إن أنا زي أحافظ على نفسي من الأدوار البرد هو هو نفس جهاز المناعة اللي احنا عمالين بنعمل بنحاول نحوط عليه جهاز المناعة على فكرة ما هواش خلية معينة ولا الرئة بس مثلا ولا الكبد بس جهاز المناعة ده خلايا موجودة في الجسم كله في كل عضو فيه خلايا مناعية بتتصرف وبتتشاور وبتتكلم وفيه يعني جنكشن ما بينها وما بين بقية الجسم الجهاز المناعة ده بيربط الجسم كل وأمراض كتير ما كناش عارفين أسبابها زمان اكتشفنا مع الوقت أن سببها جهاز المناعة أمراض مناعة ذاتي فيه ناس بتحب السبليمينتس أو المكملات الغذائية أو الفيتامينز الفيتامينات وملاعين بيها جدا بيقولوا أن الزينك وأن فيتامين سي وأن عموما الكابسولة اللي فيها كل الفيتامينز اللي بتاخدها كل يوم الصبح بعض الفطار دي أهم حاجة علشان منعتك تقوى تعليقك تعليقي أنا واحدة من يسمي أخد هومش ومادي هومش العيلتي بمنطقة البساطة وأنا دكتورة منع فأنا عندي ربنا يعمل لنا طبق صلطة كبير قوي وتنوع رهيب صيف وشتة وبلدنا الحمد لله الخير ده مليام فيها في الشتة وفي الصيف المينرلز اللي محتاجينها الأملاح زي الزينك على فكرة ومش زينك بس الزينك والنحس والحديد والمانجانيز كل حاجات دي محتاجة جسمي محتاجة بكميات صغيرة أنت محتاجة لا محتاجة كمية كبيرة تاكلي كمية كبيرة قوي من الأكل ده عشان تدخلي مش للدرجة الأنتيك بتاعك في اليوم لا طول ما أنا ما عنديش جسمي ما عنديش مرض في جهاز الهضمي وامتصاص عندي كويس والدنيا ماشية معي كويس المفروض أن أنا لو باكل سمرتين ثلاثة فكهة على الأقل في اليوم مع طبق صلطة الخضار مع الأكل الصحي برضو البروتين بروتين مهم جدا سواء نباتي أو حيواني الأوميجا ثري مثلا أنا برضو ما بنصحش أن أخذها كده عمالة على بطال لكن أكل السمك في حد ذاته دي من الحاجات الصحية جدا ليه ما بتنصحيش يا دكتور هم ناس كدير بتقولوا أنها من أفضل الحاجات وليه أخذها لو ما كنتش محتاجاها أي ممكن دلوقتي بقى في ريكمانديشنز واضحة وصريحة توصيات عالمية بالنسبة لأمر ده الروماطايد مثلا نمشيهم على الأوميجا بنكتبه في روشيتات دال بنضطر نكتبه ساعات لأنه فيتامين دال نسبته في الأكل مش موجود كتير في الشمس للأسف الشديد إحنا الشمس بنتعرض له من ورق زيزة عربية ممكن نكون حتى سان بلاك ما بعودش الفترة المناسبة المفروضة عودة فكل الناس بيطلع نسبة فيتامين دي عندها أقلا ما فيش حد في المدينة يمكن اللي هم العواجيز كان لها صديق بيكشف في الصعيد بيقول الرجل عنده 80 و90 سنة ممكن يبقى عنده أمراض خفيفة جدا لكن ظهره سليم وقوته البدنية السليمة عشان فيتامين دال عشان هو يفضل طول اليوم بيزرع واقف في الشمس إحنا أهل المدينة ما عندناش وبنقابلها متغطيين كمان معرضين للشمس أكثر كل الجسم؟ مش كل الجسم بس يعني إلى حد مش بكم مثلا فإحنا دلوقتي ما بقناش بنتعرض لها لفترة كافية أتليست ساعة في اليوم من 10 إلى 4 وأكون لابسة كات مثلا أو كمين ويقدر يعمل كده النهاردة فده عشان كده معظمنا بيطلع فيتامين دي عندنا قليل موجود في الأكل على فكر البيض الأسماك زي السالامون والماكرال والحاجات اللي هي الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية بس لاقي دكتور هو يعني للأسف أنا واحدة مثلا بفتر كل يوم تقريبا بيد لا هو هو نسبة قليلة في البيض وعندي نقص جامد جدا في فيتامين دي يعني لا اللي أنا قصدي عليه النساعات كتيرة مهما كالتي من يعني خضار وفكة على الانتك تاك ما أنا بقول لحضرتك في حاجات قليلة زي فيتامين دي أو ممكن نحتاج لو ناس فعلا بنيديهم في حاجات زي الأوميجا 3 بالنسبة لناس المرضى المناعة الزاتية وفي بعض الأدويات بنحتاج أن نكتب معها السابليمنت أوتوماتيك لكن مش عمال على بطال مالتي فيتامين زي الناس مش يعني أعتقد سؤال مصطفى كمان كان في حتة كده أنه عايز يقول لحيك أنه هل طب هي خطر لو أنا بيأخد بكمل أكلي بالفايتامين أنا النهاردة واحدة بيكل مثلا خضار وفاكه يوميا لكن لسه عندي بعض النقص في المسا خيأي أقول لحاجات الأساسية حديد وفايتامين زي هل النهاردة تكملت بالسابليمنت أو بال مكملات الغذائية بالفايتامين غلط لو هي نقصة فنقصة ده معنا أن حركة عمالة التحليل ما هي دي الفكرة برجع تاني وأقول لو في ضرورة طبية هعمل تحليل وطلع فعلا عندي في نقص في الحديد هياخد حديد لغاية ما يبقى كويس واظبوط أكلي ومش هحتاج طول ما أنا جهاز المناعي بيعرف يمتصه ما هو فيه ناس عندهم مشكلة من الأول في جهاز الهضمي ساري فيه ناس عندهم مشكلة من الأول مثلا في الامتصاص في الجهاز الهضمي لكن فيه سبب ناس مثلا بتنزف فيه ناس عندهم نزيف على طول فده لازم يبقى عندهم على طول نقص في الحديد ما هو يعالج النزيف يا إما أتليست هيحتاج حديد فأنا ماشية بالتحليل تحليل وطي أهدي سبليمت فكرة أن أنا أفضل سبليمت ماشية عمال على بطال وناس ماشية ناس على طول تدخل لنا دلوقتي بعيلة بفيتامينات جايبينها من بره حتى بإنش فهمين أول من أخير واخد دولة مغدوش لا أنا هدي الحاجات اللي أنا محتاجاها طول ما بني قدم اللي قدامي كويس وصحته كويس أو بيمتص كويس يعني ناقص مش مشكلة لو ناقص مش مشكلة لو ناقص طبعا هدي بس هدي لغاية ما أكمله لكن في حاجات بيبال أوفردوز فيها خطر طب والمالتي فيتامين الحباية الوحدة اللي هي ناس كتير جدا ماشية عليها يعني أنا ما منصحش قوي لأنه نسب الحاجات فيها أولا من علبة للتانية بنتكلم في يعني دايما لعينا أنا أقوله هاتلي العيل بأشوف فأشوف بقى الكميات في حاجات بتبقى كميات اللي هي ابتباس وهي رافعة خلاص يعني الحاجات دي لا تسمن ولا تغني من جوع عايزة تقولي كده مش مش بتدي الزينك وفيتامين سي وإيه ودي مش هتدي كل الكميات اللي أنا عايزيها وما ولي أنا مواد حافظة ليه؟ ليه هلجأ للكلام ده إذا كان أنا عندي ربنا ما ديني حاجات طبعية إلا لو زي ما قلت لحضرتك في مرض أو في دواء يعني مثلا لما بنكتب كورتزون نكتب مع فيتامين دالو كالسيم أو عشان عارفة أنه هيحصل دروب لكن أنا خلاص مدام العين يقدر يأكل كويس أنا خلاص بعتمد على الأكل إلا لو عمل تحليل ولا إيه نقل لين ذي حاجة طيب إذن إحنا في دخول فصل الشتة إن شاء الله في الفترة اللي جاية بننصح كله كويس كله الأكل المفيد دخلوا البروتين دخلوا الخضار والفاكة يمكن أن نتكلم في ده على طول مع أي دكتور بنوارنا هنا سواء دكتور تغذية أو دكتور مختص في البطنة أو غيره أو غيره كل الدكاترة بيتكلموا إنه عشان نحارب أدوار البرد أو نزلات البرد اللي نتعرض لها سواء كان ببرد أو حساسية لازم نقوي جهاز المناعة بنقويه إزاي بنقويه بالأكل المفيد اللي ربنا خلقه مش محتاجين لا نروح نجيب أدوية غالية ولا نعمل أي حاجة نأكل القدر والفاكهة اللي موجودين في أي سوبر ماركت أو في أي سوق تحت بيتنا نقدر ننزل نشتري الحاجات دي بكل سهولة بنشكرك يا دكتور سيلفيا طلعت أستاذ موساعد بكل الطب عين شمس قسم البطنة العامة ووحدة الحساسية والمناعة بنشكرك كل شكر لك يا لوجودك شكرا لك يا دكتور